الفنانة كاميليا كانت فنانة مثيرة للجدل وما زالت قيل ان كاميليا كانت راهبة في محراب الفن على الرغم ما يحطها من شائعات وأكاذيب وعلاقات غرامية من رجال معروفين ولعل أشهر علاقتها بالملك فاروق ورشد أبازة قال أحد المقربين منها ان فيه سر مجهول في حياة كاميليا وهو انها كانت مصابة بضعف في جهازها التناسلي يحول بينها وبين الاتصال بالرجال وإن أي علاقة بينها وبين أي راجل ما كانتش أكتر من علاقة سطحية أو صداقة بريئة والكلام ده أكده صديقها المقرب جدا محمد إمام عمر أما بقى عن علاقتها بزوج مديحة يسري فمديحة يسري تزوجت من المطرب محمد أمين الراجل ده كان بيعشقها ويزوب فيها عشقا فقال محمد أمين في حوار لي في أحد المجلات إنه شارك كاميليا في فيلم الستات كده سنة 49 وخلال الفترة دي اتجوزها وقال إن زواجه من كاميليا له قصة وهي إن بعد طلقه من مديحة يسري اتجوزها صديقه أحمد سالم الدونجوان المعروف اللي كان على علاقة بكاميليا وهو مكتشفها فقال محمد أمين إنه تزوج كاميليا عرصة خوفا من الملك فاروق اللي كان بيحبها وأكد إنه تزوجها عندا في أحمد سالم اللي خطف منه أشهر سمراء وهي زوجته مديحة يسري ليتزوج بحبيبته اللي كانت أشهر شقرة وهي كاميليا فقال إنه طلقها بعد فترة بس مش بسبب الملك فاروق لا بسبب الفنان رشدي أبازة فقال إن أحد المخرجين الإيطاليين كان بيخرج فيلم رشدي أبازة اسمه امرأة من نار وشركته كاميليا البطولة وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم حبوا إنه هما يحتفلوا فرشدي أبازة عزم كاميليا على هذا الحفل وافق محمد أمين إنها تروح الحفل ولكن ترجع بدري ولكنه تفاجئ إنها رجعت الساعة 3 الفجر وكمان مش بس كده لا دي كمان رجعت ساكران غضب جدا محمد أمين وطردها بهدومها برى البيت ورميها في الشارع وطلقها